السلام عليكم طلاب الأعزاء طلاب الصف الثالث في الجزء الثالث من درسنا بعنوان أخلاقي يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يلقي القصيدة إلقاءا صحيحا ومعبرا وأن يفسر المفردات الجديدة تفسيرا صحيحا وأن يستنتج الأفكار والتفاصيل بصورة صحيحة وأن يطبق معارفه اللغوية بشكل صحيح درسنا في الصفحة 115 من مصدر التعلم بعنوان أخلاقي الجزء الثالث وهو عبارة عن قصيدة شعرية للشاعر حمدي هاشم حسنين في البداية يا أحبائي هيا بنا نتذكر أفكار الدرس التي درسناها في الحصتين الماضيتين أول فكرة مرت معنا في الجزء الأول هي أجل المسلم خلقه الإسلام فقد تحدث الشاعر أنه يحمل صفات الخير التي استمدها أجل من الإسلام وفي الفكرة الثانية ذكر الشاعر الصفات والأخلاق التي يتصف بها فالفكرة هي أحسنتم الصفات التي يتصف بها الشاعر وما هي هذه الصفات؟ أحسنتم بشاشة الوجه وإكرام الضيف والمبادرة بالسلام إذن الفكرة الرئيسة للجزء الأول من القصيدة هي أحسنتم الدعوة إلى التحلي بالأخلاق الإسلامية الحسنة أما عن أفكار الجزء الثاني من القصيدة فالفكرة التي مرت معنا في البيتين الخامس والسادس هي أحسنتم الصدق وصلة الرحم من أجمل الصفات فقد تحدث الشاعر عن الصدق عندما قال حديثي صادق جدا وتحدث عن صلة الرحم عندما قال أزور الأهل أجمعهم وفي البيتين السابع والثامن عما تحدث الشاعر؟ أجل تحدث عن خلق الرحمة فقال وقلبي يرحم المسكين ثم قال أن هذه الأخلاق هي التي تجعله يعيش سعيدا طيلة حياته فالفكرة هنا هي أحسنتم الأخلاق الحسنة سبب سعادة الإنسان والآن هيا عزيزي الطالب انطلق إلى مصدر التعلم في الصفحة 115 كي تقرأ القصيدة اقرأ الأبيات من البيت الأول إلى البيت الثامن اقرأها قراءة صحيحة هيا بنا يا أحبائي إلى مصدر التعلم في الصفحة 118 كي نجيب عن السؤال الرابع أختار العنوان المناسب للقصيدة مما يأتي أرحم المسكين أعتز بأخلاقي إكرام الضيف المسلمون إخوة هيا عزيزي الطالب أوقف المقطع وأجب عن السؤال بمفردك والآن هيا بنا نتأكد من إجابتنا الإجابة هي أحسنتم أعتز بأخلاقي أنا متأكدة يا أحبائي أن إجابتكم كانت صحيحة وفي نفس الصفحة يا أحبائي هيا بنا نجيب عن السؤال السادس كيف سيعيش الناس إذا انتشرت المحبة والأخلاق الحسنة بينهم هيا عزيزي الطالب أوقف المقطع وأجب عن السؤال بمفردك والآن لنتأكد من إجابتنا كيف سيعيش الناس لنستدل على إجابتنا من البيت الثامن في القصيدة بأخلاقي أنا أحيا سعيدا طيلة الأيام إذن كيف سيعيش الناس أجل سوف يعيش الناس في سعادة وهناء وسيزول الحقد والحسد من بينهم أنا متأكدة أن إجابتكم صحيحة أيضا وفي السؤال السابع من نفس الصفحة أذكر بعض الصفات والأخلاق الأخرى التي تنشر المحبة بين الناس هيا عزيزي الطالب هل ذكرت القصيدة كل الأخلاق والصفات التي يتحلى بها المسلم؟ لا لم تذكر كل الصفات والأخلاق فهناك صفات وأخلاق أخرى غير موجودة في القصيدة هل تعرفها؟ أجل أنا متأكدة أنك تعرفها هيا عزيزي الطالب أوقف المقطع واكتب الإجابة بمفردك والآن لنتأكد من إجابتنا هيا نذكر بعض الصفات والأخلاق التي تنشر المحبة بين الناس أولا أجل مساعدة الآخرين ماذا أيضا؟ أحسنتم زيارة المريض واحترام الكبير ماذا أيضا؟ أحسنتم من الأخلاق أيضا الصدق أنا متأكدة أن الإجابة التي كتبتموها كانت صحيحة أيضا هيا بنا يا أحبائي نعود للقصيدة مرة أخرى كي نقرأ ونلاحظ الوزن والإيقاع في القصيدة صفات الخير أحملها وأخلاقي من الإسلام ومنها اخترت أجملها وأفضلها بدون كلام بشوش الوجه مضياف ووجهي دائما بسام إذا قابلت أصحابي أبادرهم أنا بسلام يا أحبائي بما انتهت أبيات القصيدة؟ أجل نلاحظ أن جميع أبيات القصيدة الكلمة الأخيرة في القصيدة انتهت بمد الألف وحرف الميم وهو ما أعطى القصيدة وزنا وإيقاعا جميلا ونلاحظ أيضا أن الأحرف المتماثلة التي انتهى بها كل بيت جعلت من الكلمات في نهاية كل بيت على وزن وإيقاع واحد لنلاحظ الإسلام كلام بسام بسلام هيا بنا يا أحبائي نطبق ما تعلمناه في إجابة السؤال الخامس من الصفحة 118 أقرأ البيت ثم أستبدل بالكلمة الملونة كلمة مناسبة للوزن والإيقاع مما بين القوسين هيا عزيزي الطالب أوقف المقطع وأجب عن السؤال بمفردك والآن لنتأكد من إجابتنا لنقرأ أولا الكلمات بين القوسين بإحسان بكلام بسام هيا بنا يا أحبائي نقرأ هذا البيت إذا قابلت أصحابي أبادرهم أنا بسلام يا ترى ما هي الكلمة المناسبة التي نستطيع أن نستبدل بها كلمة بسلام كي تكون مناسبة للوزن والإيقاع هيا نجرب الكلمات أبادرهم أنا بإحسان أم أبادرهم أنا بكلام أم أبادرهم أنا بسام أحسنتم أبادرهم أنا بكلام إذن الإجابة بكلام بارك الله فيكم هيا بنا يا أحبائي نتذكر المعارف اللغوية التي درسناها سابقا كي نطبقها بشكل صحيح أقرأ ما يأتي وألاحظ يعالج الطبيب المرضى لننظر يا أحبائي في الكلمة الملونة باللون الأحمر يعالج ما نوعها من الكلام؟ اسم أم فعل؟ أحسنتم فعل وما نوعها من الأفعال؟ هل هي فعل ماضي أم مضارع أم أمر؟ أجل فعل مضارع فالطبيب يعالج الآن في الوقت الحاضر وهنا تصنع النحلة عسلا تصنع ما نوع الفعل تصنع؟ أجل فعل مضارع النحلة تصنع العسل الآن أي في الوقت الحاضر وهنا تتعاون النحلات في صنع العسل تتعاون ما نوع الفعل؟ أجل فعل مضارع إذن ننتبه يا أحبائي أن يعالج وتصنع وتتعاون كلها أفعال مضارعة تذكر أيضاً عزيزي الطالب أنك درست سابقاً الإسم والاسم له نوعان اسم نكرة واسم معرفة فمن أمثلة نكرة حديقة زهرة نلاحظ هنا أن كلمة حديقة وزهرة نكرة لأنهما غير معرفتان بأل التعريف ومن أمثلة المعرفة أجل كلمة المسجد نلاحظ أن كلمة المسجد معرفة بأل التعريف لذلك فهي معرفة ودرسنا سابقاً أيضاً الضمائر ومنها ضمائر المتكلم وضمائر المخاطب وضمائر الغائب فمن ضمائر المتكلم التي درسناها عندما أتحدث عن نفسي أقول أنا وعندما أتحدث عن جماعتي أقول نحن ومن ضمائر المخاطب التي نخاطب فيها شخصاً يقف أمامنا نقول للمفرد المذكر أنت وللمفرد المؤنث أنت وللمثنى أنتما ولجمع المؤنث أنتن ولجمع المذكر أنتم أما عن ضمائر الغائب التي نتحدث فيها عن شخص غائب عننا فنقول للمفرد المذكر هو وللمفرد المؤنث هي وللمثنى هما ولجمع المؤنث هن ولجمع المذكر هم أما عن حروف العطف فقد درسنا من حروف العطف الواو وثم درسنا أن الواو تدل على المشاركة مثلا لعب علي ومحمد كرة القدم هنا استخدمنا حرف العطف و لتدل على المشاركة أي أن علي ومحمد تشاركا في لعب كرة القدم أما عن حرف العطف ثم فيدل على الترتيب مثال ذلك أجل أكل حمد الطعام ثم شرب العصير أي أنه أكل الطعام أولا ثم شرب العصير بعد ذلك فحرف العطف ثم يدل على الترتيب هيا بنا يا أحبائي إلى مصدر التعلم في الصفحة 119 كي نجيب عن سؤال الوعويات وقلبي يرحم المسكين والفقراء والأيتام بأخلاقي أنا أحيا سعيدا طيلة الأيام أستخرج من البيتين السابقين ما يأتي فعلا مضارعا اسم معرفة ضميرا للمتكلم وحرف عطف هيا عزيزي الطالب أوقف المقطع وأجب عن السؤال بمفردك والآن هيا بنا نتأكد من إجاباتنا لنستخرج فعلا مضارعا هيا بنا نبحث عن فعل مضارع أين هو؟ أجل يرحم لدينا يرحم فعل مضارع هل هناك فعل آخر؟ أجل أحيا فعل مضارع والآن لنستخرج اسم معرفة لننظر هنا لدينا كلمات أجل المسكين المسكين معرفة بأل التعريف لذلك فهي معرفة أجل أجل الفقراء ماذا أيضا؟ أحسنتم الأيتام ماذا أيضا؟ أجل الأيام والآن لنستخرج ضميرا للمتكلم ضمائر المتكلم أنا ونحن إذن أين هو ضمير المتكلم هنا؟ أجل الضمير هو أنا والآن لنستخرج حرف عطف أين هو حرف العطف؟ أحسنتم حرف العطف هو الواو أنا متأكدة يا أحبائي أن إجابتكم كانت صحيحة أيضا وفي نفس الصفحة يا أحبائي هيا بنا نجيب عن السؤال الثاني أكمل الجدول كما في المثال هنا الكلمة ومفردها لننظر في الكلمة أخلاق ما مفرد أخلاق؟ أجل خلق وما مفرد صفات؟ أحسنتم صفة وما مفرد الأغنياء؟ أحسنتم الغني ومفرد أصحاب؟ أجل صاحب أنا متأكدة أن إجابتكم أيضا صحيحة وهكذا يا أحبائي نكون قد وصلنا إلى نهاية حصتنا لهذا اليوم ألقاكم في الحصة القادمة بإذن الله إلى اللقاء